مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور ونروح لخبر تاني واحتفال جامعة عين شمس ببدء العام الدراسي الجديد على مدار ثلاثة أيام أقامت جامعة عين شمس احتفالية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وهو المهرجان الذي يستقبل الطلاب الجدد من مختلف المحافظات بمشاركة عدد كبير من الطلاب وأساتذة الكليات المختلفة بجامعة عين شمس تعالوا نتابع التفاصيل في التقرير الجاية في النور الحقيقة بال مشاهدين أهلا بيكم أول يوم دراسة بيكون يوم مختلف شوية خاصة بالنسبة لطلبة سنة أولى بيجوا يشوفوا مجتمع مفتوح ناس شكلها غريب شوية عليهم لأنهم ما شفوهاش قبل كده علشان كده جامعة عين شمس بتعمل مجموعة من الأنشطة علشان تسهل التواصل ما بين الطلاب وبعضها في أول يوم دراسة تعالوا مع بعض نشوف عمله إيه النهار استراتيجية تحت طلاب جامعة عن شمس إنه هو حط استراتيجية قبل الإسئبال قبل دخول العام الدراسي طالب تخش الجامعة حط استراتيجية واضحة وشاركة فيها تحت طلاب كلها إنه هو يبدأ يعمل مجموعة أنشطة يسابل بها الطلاب يرحب بالطلاب الجدد والطلاب الكدامى اللي عام الجامعة 2019-2020 طبعا بدعم من دكتور محمود المتين رئيس الجامعة أنشامس ودكتور عفتاح سعودنا رئيس الجامعة للتعليم وطلاب كل دية البرتشارات بتحتوي على نمازج المحكاة اللي عملها التحاد طلاب الجامعة ومسابع نمازج محكاة التحاد الأفريكي وجاء نمازج دامات دول العربية ده نمازج من دمن النمازج فيه إبداعات للطلبة في الفنون التشكيلية خدوا بها جوائز كل الطلبة تشوف كل إبداعات دي اتحاد طلاب الجامعة جايب عشر تلاف كتاب في مختلف المجلات الفنية والرياضية والثقافية والسياسية بتتوزع الطلبة بالمجان فيه معرض للصناعات الإدوية كل ابتقارات الطلبة اللي كيس بيتعلم في مسابقات عالمية موجودة جوا برتشن من الابتقارات العلمية احنا النهاردة بنعرض للطلاب الجدد اللي الجوالات تعملوا أو كشف تعملوا في الجامعة من خلال بعض الكتع الفنية اللي احنا عملينها بأيدينا في الورش في الجامعة ده حاجات كي احنا بنعملها بأيدينا زي مثلا شغل الخشب أو الجلدة أو الحبالة دي حاجات بتعمل عادي في الجامعة بس انت بتتعلمها محتاجة وقت عشي تتعلمها فاحنا بنستقبل الطلاب الجدد واللي عايز يخش اي عشيرة بيخش العشيرة اللي في كلية عنده معاكا بيتأهل بقى اما بيتدرب في عشرته بيتأهل في عشيرة كبيرة اسمه عشري الجامعة تعين الشمس دي اللي بيتمثل الجامعة في أي لقاء دولي أو على مستوى الجمهورية سيبال ده جاي من اتحاد الجامعة والرعاية اللي دعمنا بالفلوس وكل حاجة طبعا والكتب الكتاب هو بقى ببلاش للطالب بقى بقى عبارة عن ثلاث كتب منهم كتاب واحد ديني بقى لازمان اكباري كالطالب ياخدوه تنمية الثقافة ديناية تطلبه وكده وكتاب بين التانيين بقى فيه ادب وروايات وعندنا تاريخ وعن كل حاجة يعني الثقافات كلها كنت بقى بنتكلم انا وصحابي كنا عايزة نستعد ان احنا ننزل الجامعة كلنا اول يوم وكنا متحمسين بقى ان احنا ننزل نشوفه الدكاترة الجديدة والمواد الجديدة وكده وكمان بيقى فيه اثر وحاجات كتيرة في اول يوم فاشتركنا بكذا حاجة انشطة متنوعة بتعملها الجامعة للطلبة في اول ايام الدراسة واللي بيحرص على التواجد فيها الطلب الجدد خاصة طلاب اول وثانية جامعة واللي في نفس الوقت بيكونوا بيستقبلوا اليوم بتوقعات مختلفة وتحضيرات مميزة سواء اللي جاي الجامعة مع اصحابه او اللي جاي لوحده يعني الجامعة جميلة بس اصعب حاجة في اول يوم ان فيه اشخاص ما بيدروش يتعرفوا على الناس بطريقة كويسة يعني مثلا الاشخاص اللي هم مش متعودين ان هم يتكلموا مع الناس وكده فبتبقى بالنسبة لهم طريقة التعرف بتبقى صعبة شوية في اول يوم وهي دي المشكلة اللي بتواجه بيت الطلاب وكمان مشكلة كمان ان بيبقى فيه ناس بيبقوا جايين مع بعض اللي هم ايه كل مسلا خمس ستة بيبقوا جايين كده مع بعض فلو حاولت تدخل قسطهم فبان انك ايه زي ما تكون بتفرد نفسك عليهم وكده فبالتالي انت بتقابل مشكلة كبيرة جدا او انت بتعرف على الناس في اول يوم هوا كلمت صحابي الاول وتفعنا ان احنا هننزل تفعنا احنا مثلا ما نعجلش للأسبوع الجاي في ناس كتير هتنزل لأسبوع الجاي فقلنا هننزل الاول أسبوع وشفت الجدول وعرفت الموادل اللي علي ايه يعني انا طبعا متوقعت ان هو يبقى زحمة كده بس يعني هو حلو عشان بس فيه صحابي كمان معايا مع بداية عام دراسي جديد بنتمنى كل التوفيق للطلبة اللي بعد كده هيكونوا بيشوفوا في المرحلة دي احلى فترات حياتهم واللي بتنصحهم ادارة الجامعة بممارسة مختلف الانشطة مع الدراسة علشان ينموا شخصياتهم ويكونوا وجهات نظر من جامعة عين شمس فريد ادور سي تي في في النور الحقيقة